الى الوضع في شرق البلاد حيث لا يزال التوتر في منطقة دونينسك وتحديدا في مدينة افديفكا التي شهدت اطلاق نار مكثف من قبل الانفصالين الموالين لروسيا وفقا لقيادة عملية مكافحة الارهاب باقليم الدنباس فان المسلحين الروس قاموا يوم الامس بمهاجمة قواعد الجيش الاوكراني على مدار سبع ساعات الهدنة خرقت ببلدتي زايتصفا وفيرخ نيترويسكوي كما تعرضت بلدات سفيتلودارسك والوهانسكي الى اعتداءات جديدة في منطقة لوهانسك بؤرة التوتر تبقى بلدات باباسنايا ومحطة لوهانسك وكريمسكي التي شهدت قصفا باستخدام مدافع الهاون مع هجمات باستخدام الاسلحة الخفيفة في اتجاه ماريوبل اطلق المسلحون امس قذائف المدفعية والدبابات والهاون لمدة ثلاث ساعات على مواقع ودفاعات القوات الاوكرانية في بادينوي وشيروكينة في هذا القطاع وعند وقت متأخر من الليل اطلق العدو على نطاق واسع قذائفه من مختلف الاسلحة بما فيها المدافع الرشاشة من العيار الثقيل المسلحون خرقوا وقف اطلاق النار مرتين في مارينسك ليلا ونهارا مستخدمين قذائف الهاون والاسلحة الخفيفة خلال اليوم السابق لم تسقط ضحايا في صفوف القوات الاوكرانية هناك بينما اصيب جندي واحد في منطقة شيروكينة